حباً في الحضارة المصرية القديمة ورغبة في تزويد النشئ بمعلومات أكثر عن الأجداد قررت هذه الفتاة أن تربط الأطفال بتاريخ حضارتهم أنا عاملة مبادرة اسمها مبادرة المكتشف الصغير وهي لتعليم الطلاب اللغة المصرية القديمة والحروف الهيروليفية والحضارة المصرية عمتاً بالمدارس بجميع المراحل من أول مرحلة الكيجي لحد ما نوصل لمرحلة السنوي تبتزي ندخل الأول نعرفهم على الألوان الحيوانات الأسماء أسماء المدن حاجات البسيطة اللي هو بياخدها المبادئ بتاعة الأصار إزاي إحنا بننقب وبندور على الأصار إزاي نعمل ريكوردينج ليه ونحطه في المتحف كل الرحلة البسيطة دي بنديها للأطفال الصغيرين بخلي فنانين ونحاتين يعملوا نمازج موجودة بحيث أن الطالب بيشوف قدامه يكتشف يلمسها بأيديه بجيب له الأدوات اللي المصر الأديم كان بيستخدمها الأوراق اللي كان بيستخدمها الألوان اللي كان بيستخدمها فكل الحاجات دي لما بيشوفها بيعنيه بيقدر أن هو يفهمها الأطفال حبا جداً الموضوع لأن إحنا بندرسه بشكل مختلف شايق خصوصاً أنه لما يعرف أنه فيه اكتشافات موجودة في الحضارة المصرية القديمة لغاية النهاردة إحنا بندور على أسرارها وهي السبب في التقدم بتاعنا قولي استفدت إيه من النشاط ده؟ إن أي لون المصر القديم بيرمز على حاجة إنه مفروض أن إحنا بنحط السلصال على الكارمة إيه أفضل لون حبيتين؟ آآآ البنية ليه؟ عشان بيدل على الأرض وإحنا دلوقتي يوفين على الأرض عملت السلصال أجيب اللون الأحمر وحطه عليه زي هنا أنا بحلم إن المنهج يتعمم على جميع المدارس وإن الطالب بيبقى دحق لي إنه هو يبقى يرف حضارته ويعرفها من مصادر موسوط منها بحيث إنه لبعد كده ميجي يروح المتاحف والمعابد ميبقاش محتاج لحد إنه يشرح له هو فاهم وعرف كويس جداً كل قصة وراء كل تمثال وكل أثر موجود في وقت نهتم فيه بتدريس اللغات الأجنبية تأتي هذه المبادرة لتعليم اللغات المصرية القديمة بأنشطة سهلة وبسيطة ومناسبة للأطفال ليستطيعوا لجيل الجديد فهم واستعاب حضارة أجداده منذ صغر فريد أدور MBC مصر